من جانبي أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب خلصا إلى نتائج إيجابية وخلال المؤتمر الصحفي أشار وزير خارجية الكويت إلى أن مبادرة إعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية عربية وليست كويتية بحتة مضيفا أن الكويت تلقت ردا لبنانيا على مبادرة إعادة بناء الثقة وأن هذا الرد تتم دراسته في الوقت الحالي مثل ما ذكرت الآن استلمنا الورقة ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس وإن شاء الله بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة